اهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعلم مهارات الصيد برعاية موقع مارين هب بوابتك الالكترونية لكل ما يخص معدات الصيد والرياضات البحرية في هذه الحلقة هنتكلم على خيوط الفلورو كربون ويترى ايه هي خيوط الفلورو كربون وعلى اي اساس اقدر استخدم الفلورو كربون في عملية الصيد وهل هي محصورة على استخدامي للورز والمعدات الحديثة فقط لغير ولا ممكن استخدامها في الصيد العادي وأقدر استمتع بعملية صيد ممتازة باستخدام هذا النوع من الخيوط طيب في البداية يعني ايه 100% فلورو كربون ليدر يعني ايه فلورو كربون فلورو كربون هي المادة اللي بيتصنع منها هذه الخيوط وهذه المادة لها معامل انكسار معين في الضوء لما بيكون تحت المياه بيبقى تقريبا غير مرئي ومهم ان احنا نقول كلمة تقريبا ليه لان هو غير مرئي بالنسبة لنا بعيون البشر ولكن محدش عارف بالضبط 100% الاسماك بتشوف ايه وهنتكلم عن ده اكتر لما نيجي نناقش ألوان اللورز واي لون وبناء على ايه والأعماق وهكذا فمهم ان احنا نبقى عارفين ان هو غير مرئي تقريبا بالنسبة لنا ممتاز جدا وعلى هذا الاساس لان الضوء بيكون له معامل انكسار مختلف في الميديم او الوسط اللي هو بيمر فيه فمثلا بتكون معامل انكسار الضوء في الهواء الطلق بيكون مختلف لان الهواء اقل كثافة من الماء وبالتالي لو غيرنا حتى نسب الغازات اللي موجودة في الهواء معامل انكسار الضوء ده هيتغير وهنشوف الاشياء بشكل مختلف تماما ولان معامل انكسار الضوء مختلف تحت المية قدرنا نصنع خيط غير مرئي بالنسبة لمعامل انكسار الضوء تحت الماء ممتاز اول ميزة في الفلورو كربون ان هو غير مرئي تحت المية حلوة قوي جميل جدا ايه المميزات التانية اللي ممكن تكون موجودة فيه تاني واحدة من المميزات ان خيط غير مرئي بيغتص تحت المية اسرع من المونو فيلمنت وبالتالي انا لو بستخدم مثلا الجيجات بعمل جيجينج سواء من على الشاطئ او من على الطراج هستخدم هذا الخيط لانه سيبقى متناسق مع حركة الجيج في الاساس الجيج انا بحركه لفوق وبعدين اسيبه ينزل لتحت وهو نازل بيعمل حركة معينة وبالتالي انا عايز الجيج ينزل لتحت يغتص يسقط في المية يمثل ان هو كأنه سمكة بيحاول الهروب بس مش قادر وبيرجع يسقط بتحاول تهرب وبعدين بترجع تسقط وهي بتسقط بتعمل فلاشنج وبتعمل حركات واكشن تجذب الاسماك اليها كأنها سمكة مصابة مش قادرة تهرب وبالتالي انا محتاج هنا عملية الغوص السريع او اللي بيعملها الفلورو كربون بشتاء انواعه تاني ميزة مهمة جدا بالنسبة او تالت ميزة احنا قلنا كده عدن هو غير مرئي تحت المية وانه هو بيغتص بسرعة اسرع من المونو فيلمنت او الخيط العادي وايضا الميزة التالتة ان هو في معدل استريتش اعلى في معدل استريتش عالي وثابت بالنسبة للمونو فيلمنت المونو فيلمنت مع استخدامه ممكن تاخد معدل استريتش متغير على حسب كل متر من الخيط وعلى حسب الخيط ده مر معك بقدي ايه معدل استريتش في الفلورو في الفلورو كربون اكثر ثباتا ودي حاجة تخليك انت معتمد على الخيط بتاعك بشكل افضل الميزة الرابعة في الفلورو كربون هو ان هو بيقاوم الابريجن او التآكل اكتر من المونو فيلمنت بيقاوم عملية التآكل اكتر من المونو فيلمنت او الاحتكاك الابريجن وبالتالي هي دي بتبقى الاساسيات في استخدامه ان انا عايز خيط يكون وسيط بين البريد بتاعي وبين اللور اللي انا بستخدمه فعشان استخدم اللور واخلي البريد يبقى واصل عليه على طول طبعا يعني مش هقولك انه مش هتستطاد حاجة خالص بالعكس ممكن تستطاد ولكن البريد بيكون جدا تحت المياه ظاهر بشكل كبير وبالتالي الاسماك بتشوفه وده بيخلي فيه شك ان هذه القطعة البلاستيكية مش سمكة دي مجرد قطعة بلاستيكية فعلا تبقى ظاهرة بالنسبة للسمك طول ما هي عارفة ان فيه حاجة بتحركها فالافضل ان انا استخدم حاجة مش ظاهرة بين الاثنين بين البريد اللي جاي من القصبة بتاعتي او المكينة وبين اللور اللي انا بحاول اخدع به السمكة انه هو عبارة عن سمكة هاربة او سمكة مصابة بتهرب منها وبالتالي احفزها اكتر انها تقرب من هذا اللور الحقيقة انا كده استخدمت بس اول ميزة من مميزات الفلورو كربون لكن الميزة الكبرى كمان ان انا لو رابط هذا البريد على اللور بتاعي بشكل مباشر لا يحصل ان ممكن السمكة لو لفت بشكل بسيط جدا الخيط على جسمها او لو اسنانها حتى لو ضعيفة يعني اضعف الاسماك واصغر الاسماك واقلهم حدة في الاسنان لو لمس البريد ده لمستين خلاص البريد ده تقطع لقولنا ليه لانهم وقومتهم الاحتكاك ضعيفة للغاية وبالتالي اي حد يقولك اربط البريد على طول على اللور بتاعك او استخدم البريد على طول على الطعم العادي بتاعك لان شفت الناس بتعمل كده ده كلام غير صحيح تماما مش معنى كده انك مش تاخد سمك ممكن تاخد سمك ولكن معدل خيبهة الامل في خلال عملية الصيد هيبقى اكتر عشان كده احنا بنستخدم الليدر اللي اتفقنا عليه في البداية عشان نحافظ على سلامة البريد بتاعنا ونستخدمه بالقوة بتاعته ولكن نبقى خدنا اول مقدمة فقط لغير هي من الفلورو كربون واحيانا هنستخدم حتى الليدر ده من المونو فيلم انتو هنتكلم عن الحالات ده في المستقبل على حسب كل لور او كل طعم صناعي وحالته واستهداف الاسماك اللي احنا بنستهدفه بنستهدف هذه الاسماك بيها باستخدام هذا النوع من الجيجينج او اللور او السوفت بيت وهكذا طيب على اي اساس اختار السمك بتاع الفلورو كربون مبدعيا المعلومات اللي موجودة على البكرة وهي المعلومات الطبيعية اللي موجودة على كل انواع الخيوط عندي التست بتاعه بيستحمل لحد كامل في ظروف مثالية واللون هنا موجود وكمان السمك بالمليمتر وعدد الياردات او الامتار اللي موجود على البكرة طيب اختار ايه اختار والله ال 40 البيه ال 20 البيه ال 15 على اي اساس اختار مبدأ ان هو مخفي تحت الماء ما يخلكش تطلع في السمك وانت يعني مش في دماغك لان هو كده كده مش باين لان المقاومة بتبقى ظاهرة تحت الماء فحتى لو الخيط مخفي مقاومة الخيط للماء بتعمل حركة بتخلي الاسماك تاخد بالها ان فيه فيبريشن كأن فيه شيء بيحرك هذا اللور وبالتالي بيبقى الافضل دايما انك تقيم انا باستهدف سمكة ايه الا المتوقع يضرب علي كمثال لو انا باستخدم احد الطعوم الممكن استهدف بيها الهامور مثلا فانا جايب له طعم على شكل الخساج اللي هو بيحبه خلاص او الكرانك بيت اللي احنا نتكلم عنه في المستقبل بانواعه واحجامه وبمشيه بين الصخور كده عشان اقرب لمكان الهامور طيب الهامور سمكة صخرية كسولة جدا في الغالب هي ثابتة في مكانها تحت صخرة وده هيعدي من قدامها اقصى حاجة ممكن تطلع تمشي وراءها جزء بسيط جدا وتشفط اللور ده جوه الفم وبعدين ترجع تاني تدخل جوه الصخرة بتاعتها او ان اللور هيعدي قدامها وهي جوه الصخرة قريدي هتشفط اللور مكانها وتفضل ثابتة جوه الصخور معنى كده ان الخيط بتاعك هيبقى جاي بالشكل ده هتبقى الخيط معدي فوق الصخرة والهامور بيقاعد تحت الصخرة تحت معنى كده ان الجزء ده من الخيط هيتحمل عملية او احتكاك شديدة جدا مع الصخور اذا وانا بستهدف اسماك صخرية انا متوقع انها تهرب مني جوه الصخ انا هعلى في السمك بتاع الخيط لان كل ما عليت في سمك الفلورو كاربون كل ما زودت ميزة المقاومة للتآكل بتاعته حالة تانية ممكن اختار فيها السمك بتاع الخيط بناء على نفس السبب ولكن مختلفة تماما انا لو بستخدم صفت بيت مثلا وانا بستخدم صفت بيت انا ببقى متوقع ان بالذات لو الخطاف المكشوف زي ما انتوا شايفين ده وارد جدا وانت بتحرك صفت بيت ده على القاع بتخليه نطه من مكان لمكان زي ما هنتكلم على التكنيك والاكشن بتاعه بعد كده هتلاقي ان ممكن الجزء ده يشبك منك في صخرة او في اعشاب مائية موجودة تحت او حتى الراس بتاعت الصفت بيت ممكن تشبك او سمكة صخرية تاخد وتدخل جوه من صخرة لصخرة خلاص الموضوع انتهى فانا في الحالة دي لو مستخدم فلورو كاربون سومكو 40 البي بالنسبة مثلا للبريد بتاعي اللي هو ممكن يكون 10 15 20 البي معناها ان انا لو خلاص فقدت الامل وده شبك مني او مش عارف اطلعه الموضوع انتهى وبحاول مع السمكة اللي هي اخدته او هو شبك في الصخرة او في الاعشاب اللي تحت المية او في خيط قديم او في اي ان كان الستراكشر اللي موجود تحت معناها ان انا لو شديت عليه عشان اقطع الخيط اللي هيتقطع هو العشرين البي البريد بتاعي وانا مش عايز اعمل كده انا عايز ابقى بضحي بالسوفت بيت البلاستيك ده ومش مشكلة السيليكون اسيبه تحت المية خلاص الموضوع انتهى ولكن مفقدش الخيط الرئيسي بتاعي اللي هو البريد لان ممكن يشبك على بعد عشرين ثلاثين متر منك ممكن يشبك على بعد عشرة متر معنا كده يبقى انا بستخدم السوفت بيت وانا متوقع انه ممكن يشاير مني تحت الماء ممكن يشفك فيه تكنيك سنتعلمها ازاي تقدر تتفادى اصلا ان هو يشاير او انت تعمل ايه لما يشاير عشان تقلل عملية قطع الخيط ولكن في الحالة المكسموم انا خلاص فاقطع الخيط يبقى انا محتاج يكون سمك الفلورو كاربون بتاعي اقل من سمك البريد بحيث ان انا لما شد لو البريد بتاعي 20 البي وانا بستخدم فلورو كاربون 15 البي اللي يحصل ان الفلورو كاربون هو اللي ينقطع ومش البريد بتاعي معنى كده ان انا هفقد جزء من الليدر اللي انا بستخدمه فقط لغير نيجي لكلمة الليدر اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده وقلنا ان مبدأ الليدر هو ان انا بستخدم من نصف متر الى اتنين متر او اكتر على حسب الاستخدام في خلال عملية الصيد مبدئيا الطول بتاع الليدر بيعتمد على حساب ده كنت انا بستخدمه على الشاطئ هحاول اخليه اطول حاجة ممكنة من متر ونصف الى ما يتساوى مع طول قصبة الصيد وهنتكلم عن ده في المستقبل ولكن لو من على الطراض نقطة في غاية الاهمية تاخد بالك منها ان التأثر الليدر على قدر الاستطاعة تخليه ماكسموم 50-60 سنتيمتر مش اكتر من كده عشان في عملية الكاست لو انت بترمي والعقدة برا ما تحاولش تقذي حد من اللي موجودين حواليك وتعتمد دايما على قواعد السلامة وانت بترمي اي طعم او اي لور في المياه الفلورو كاربون مش حكرا فقط على الصيد بالطعوم الصناعية وانما ممكن كمان تستخدمه انت بتصطاد بالطعوم العادية على الميدار تحط ربيان او خفاج او قطعة من السمك او حتى سمكة حية وتستخدم معها سمكة اكبر من الفلورو كاربون لانك بتبقى متوقع ان السمكة المفترسة التي تضرب عليها تكون اكتر طبعا بيكون اكتر كفاءة وفعالية الفلورو كاربون في التشخيط او الترولينج ان انا ابقى مانشي بالطراد وبسحب وراي لور كبير خاص بالترولينج او بعمل ترولينج بسبون او بجفشة او الملعقة وبالتالي الفلورو كاربون بيبقى غير مرقي بيدي اكشن كويس وفي نفس الوقت بستفيد من مقاومته للأبريجن لو السمكة طاله من غير مستخدم السيم اللي هنتكلم عنه في المستقبل وازاي اقدر باستخدام هذا السيم احمي الخيط بتاعي ان هو يتقص من السمكة اللي انا عمل لها طعم حي او حتى باستخدم معاها اللور الفلورو كاربون ببساطة خيط قمة في الروعة غاية في الاهمية في استخدام في كل الابليكيشن وعمليات الصيل من اول الطعم العادي والطعوم الصغيرة لحد اللورز ولحد الترولينج ولحد اللايف بيت والطعوم الحية وبالتالي مهم ان انت تستخدمه وتجربه وتعرف تقيم السمك بتاعك بناء على السمكة اللي انت بتستهدفها وبناء على البيئة والمكان اللي انت بتستطاد فيه اشتركوا في القناة